23 عاماً مضت على تفدير برجي التجارة العالميين بنيورك أو ما يعرف بأحداث 11 سبتمبر هو الحادث الذي راح ضحيته الآلاف في وقتها والآلاف من بعده بعدما شنت الولايات المتحدة حرباً شعواء على ما سمته إرهابة المزيد حول ذكرى 11 سبتمبر نتابعه مع الزميل رجاء رمزي أهلاً بكم تعد اعتذاءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الأحداث التي أثرت على مجريات العالم خاصة وأنه يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموي على الأراضي الأمريكية حيث تسبب في مقتل نحو 3000 شخص ويسترجع الأمريكيون ذكرى الهجوم الإرهابي الأكثر دموي على أراضيهم من خلال التجمع في الأماكن التي استهدفتها الهجمات مثل نصب التذكارية للضحايا ومراكز الإطفاء وأيضاً موقع بورجي التجارة العالميين بمدينة نيويورك الأمريكيون استهفقوا صباح الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 على خبر تعرض الولايات المتحدة لأربع هجمات إرهابية منسقة نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي بعد اختطاف 19 إرهابياً من التنظيم طائرات ركاب مدنية حيث عمد الخاطفون على تحطيم طائرتين اثنتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك المطائرة الثالثة كانت في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون بولاية فيرجينيا المطائرة الرابعة كانت على الأرجح تحاول التوجه إلى مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض إلا أنها تحطمت في إحدى غابات ولاية بينسلفينيا إثرى اندلاع مشجرة بين الركاب وخاطفيها الضحايا ينتمون ل77 دولة فقدت مدينة نيويورك 441 فردا من تواقم الإنقاذ والإسعاف والإطفاء الذين هرعوا لمواقع الهجمات وجهت الولايات المتحدة لاتهامة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي بالتخطيط لتلك الهجمات انطلاقا من أفغانستان بقيادة أسامة بن لادن وبعد أقل من شهر على الهجمات قادر الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش قاد عملية غزو لأفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم القاعدة وإلقاء القبض على بن لادن وبعد مرور 23 عاما على أحداث 11 سبتمبر التي كانت بمثابة شرارة للحروب الأمريكية طويلة الأمد في الخارج لا تزال الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب على الإرهاب مستمرة إذ كشفت دراسة لجمعت براون العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت أن هناك الأشخاص من المدانين لقوا حتفهم بسبب الحروب منذ هجمات 11 سبتمبر شكرا لكم